السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا لجميع شوات ام زينا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما الوصفات الجديدة والرائعة اليومات الوصفة الفواكه فريسا والبلو بيري او تويت الازرق تبعوا معي الفيديو تلاخر تشوفوا معي الطريقة والمراحيل باش تنجح لكم كي كودكم بهات الشكل هذا الرائع حالي كتشوفوا معي في الصورة بحال دائما نقول لكم اللي عجبتكم الوصف بردج مع صحابكم وحبابكم باش تعمل فائدة تفعيل زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش تصلوا بالجديد دائما معنا وما بقى لان نقول لكم فرجاء ممتع نخليكم على الوصفة ودائما نذكركم بالاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس وتضغط على زر الاعجاب اذا اعجبكم الفيديو اول حاجة عندي هنا اندوزون الفريسا اللاصوس اللي غادي نعملوها عندكم لاصوس واجدة شريطها ما عندكم شي عندي هنا تقريبا عشر لحبة ديال فريسا نعملوها ونعملوها على العافية بلا ماء بلا والو انا هادي عندي كونجولة اذا كان ما عندكم شي كونجولة طرية مغير فاد الماء بارك عليها احنا نتبقنا بوحد لاصوس ومطحنوها شي تبقى اي دكتة صغيرة المكونات الكيكات ثلاثة البيضة في حرارة الغرفة عندي مية وخمسين جرام ديال السكر عندي زيت نصف كاس الكاس اللي نستعمل دائما السكر كاس اللارب والزيت نصف كاس الزيت نصف كاس ونصف كاس الزبدة مدوبة بحال بحال واحد الليمونة نستعمل العصر ونحك الكشرة الخميرة 11 جرام ونصف كاس ونصف كاس ضخيط كاس اللي عبرت بالكاس كاس اللي العنبه ونصف كاس اللي عبره ونصف كاس اللي بحال نستعمل فريسة قطعة صغيرة او اي نوع التوت انا هنا استعملت هذا يعطي واحد اللون مزيون و احد شكيل مزيون و حل يقول تقدروا تعوضوا حتى اذا كان عندكم هو متوفر تعدلوا به حتى اللاصوس اللين داخل تعدلوا به وتخليوا شوية هيدا صحيح من الكيكة و شوية تعملوا له السكر و تطيبوا على العفية و هذي اللاصوس اللي هتوجد هي اللي غدي نعملوها من داخل على حسب اللي متوفر انتو مكت تعملوا في الكيكة هالي هو كيجيك يعطي واحد اللوم زي و الكيكة و عندي هنا يو حجور مغارف ديال دقيق غدروا الشمع عليهم باش من عملوهم في الكيكة ما يهودوا ناشيين القاعد ديال الكيكة و عندي افاني و غندوزوا ديرك من طريقة ديال تحدي غادي نعمل بايتات هنا في البول ديال خلط و تقدروا تخدموا بالخلط اليدوي ماشي مشكل غادي ننضيف عليهم السكر و غادي نضيف زيت في حالي قلت انتقدروا تعاوضوه بالزبدة و غادي نعمل فانيليا و غادي نعملت تخدم و غادي نعملت تقريبا وحد عشر تقايير على من وجده الليمون ونوجده المول اللي غادي نطيبوها فيه فهذا الوقت حنا كيكون عنا الفران من قبل هاديه موسيقى حادي نحك القشرة ديال Margare لنضيفي على ذيك هده ليمونة و غادي نعصر الليمونة و نطيبها على الموجدة و نوجده مول فريسة هي وجدتنا غير جهد ما عملنا البيض يطلع وهذا كانت واجدة تقريبا تضي لها حتى خمسة دقائق نحط على جنب تهية هنا وجدنا فريسة ووجدنا دانون وهذا اللي نعمره في فوست الكيكا فقدره هو اللي تعسله بطريقة فريسة وهو تستعملوه الداخل و تستعملوه بره يبقى لكم الاختية هنه غدي نعمل المقدار دية الخميرة للحلوه ما يعادل واحد ساشية الخميرة قريبا 11 جرام غدي نعمله مع الدقيق و القبيصة الملح و غدي نخلطه هنا و من الأحسن تغرب له دائما الدقيق من اللي كان نغرب له يساعد في ان الكيكا يدخل فيها الهوكتر و تطلع حسن فمن الأحسن تغرب له الملي عندي هنا تقريبا 18 سنطيم على ثمانية أو ثمانية ومصف و انتم لا تستعملوه زايد شوية عليه ماشي مشكل غدي نعمله بابي من تحت و هن نشبرغ العبار دياله من تحت و نقطعو ورقة طهي على العبار ديال القعر ديال المل تقدروا تستعملو اي مول باقي تستعمله ماشي مشكل غدي نعملوه دورقة من تحت باش كتساعدنا نديمو الكيكا في الاخير باتشكل هادا عاد كرشو الجوانيب ديال كيكا و تقدروا تغلفوهم بورقة طهي كرشوهم او لك اندهنوهم بالزبقه هنا عندي دقيق واجد عندي فريسة واجدة المول واجد الخالطة هو طلع و هنا البلو بري او توتل ازرق غدي نرشها لشوية ديالتقيق وغدي نقلبوه شوية فهذا الدقيق هذا باش مين عملوه بحل يقول نفس الكيكا ما يتحشي غانبدا نعمل الكمياء ديال الدقيق في الاول ونخلط غير حتى يندمجنا هاداك الدقيق ماشي بالضرورة انه نخلطوها بزايف غير حتى يندمج لك الدقيق وغادي نزيد كمياء من هاداك دانون مع العسر ديال الليمون والكشور ديال الليمون محكوكين ونخلط ندمج مكونات ونكمل الكمياء ديال الدقيق اللي بقى اللي والكمياء ديال دانون او لا اليوغورت ميسوس وغادي نخلط ندمج مكونات هاداك ديال مزيان تأكدو بانه الطقيق كام ندمج وغادي نزيدو هادا الحبت ديال البلو بيري او التوت الأزلق اللي احنا نفندناها في الطقيق غادي نزيدها ونخلط غاوح تخليطها خفيفة غا نتأكد انه توزع في الخالد كله وصفي اوكي ويكون واجدها في حل اللي قلنا الفرنش على نهم اللي بدينا كنعبدو الكيكا يعني الفرن سخون غادي نعملي في المول ديالي الفرران غادي نعملي في الاول نزول الكمية نوزعها في المول وغادي نجرد كتصصة فراولة او ديال الفريسا وغادي نوزعه هنا غادي نغطي عليها ب الخالد ديال الكيك الكيك اللي باقي بها تشكل هادا فران سخون بالنسبة لفران كهرباء 180 درجة بالنسبة لفران البوطة الفران يكون قبل سخون ومن بعد نحنوه مرة والكيكة تكون بعيدة على العفية لكيكة تطلع على خطره وكي يكون تطيب طيب لها مزيان سواء من بره سواء من داخل ومن بعد نشعل عليها من فوقي ونتحمر من الوجهة لو سوف تكون واجهة نحايدها من المول كيكة تنجح لكم بعد نحنوه سخونة ونضع لصص السكر وليمون نصف كس نصف ليمون نصف ليمون وخلطوا فتشوفوا القوام لأنه معروف سكر يجرى خلطوا وشوفوا القوام سوف نزيد هنا سوف نزيد وحشوية الليمون ونخلطوا ونشوف سوف نخلطوا جيدا تحصلوا على هذا الشكل هذا سوف نزيدوا الليمون ونزولوا كيكة من المول كيكة من المول هنا سوف نحايد الملجوني بسحوية بالطبيعة بطبيعة لدينا فرسة ونصف 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 سوف نصف ونصف سوف نزيد من المول كيف تخرج مزيونة ونصف تحميرها نضيف سكر وليمون و تزوقها بلاسوس الفريسة و تتطل الأزرق على حسب الفكية و تتطل الاختيار و تتطل الى الليمون هذا الشكل النهائي و تتطل الى رائعة و تتطل الى عجبتكم و تتطل الى نصائح و تتطل الى الكيك و تنجح الى مادة و تاريق projeto و تتطل الى تعليقات كثيرا و تتطل الى اشتراك و تتطل الى الى مرحبه بكم و تتشتركوا و تتطل الى الى وصفة و تتطل الى مجزي و مع السلامة شكرا